هذه المبالغ قعد يتم تقسيلها من جراء المصدر اللي يرتكبونها باعين المخدرات والخمور واللي يتخذون رشاوي وباع الأراضي وكل شيء الزين شنو المنسوعة اللي ماضي دي تبيدي قولها ولا لا؟ شنو قصة الفاشن است اللي موجودة؟ في لندن شنو قصتها؟ اه ترى بايد سألوني بالتويتر بالخاص سألوني عن الموضوع نااااااا يقرأ قول لنا شنو سالفتها؟ من هذه أصلا شيء منه؟ روال بالحسين عروفة هي مشهورة هي كويتية لكن موجودة في لندن تزوجها واحد ليبي هذا الليبي معروف ترى للعامة ترى بس الكويتيني ممكن ما يدروا به الموضوع هذه المبالغ كانت كلها مسروقة من النظام السابق نظام القذافي هذه المبالغ كانت مسروقة فهذا الشخص كان متورط مع نظام القذافي من هذا؟ زوجة غزة نعم نظام القذافي وحول المبالغ مباشرة إلى لندن ومن ثم طلب منها بأن تغسل هذه المبالغ عن طريق الإعلانات والدعايات وصار فيه خلال في هذا الانتزام فصار الطلاق لا يقولكم بأنه فيه خطف اقتصاب والكلام الفاضي لا 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 هذا كلها 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 فاضي هذا كلها كلها فاضي هذا هو متورط أساسي مع نظام القذافي وخذ فلوس من أموال الشعب الليبي ورح لندن وطلب منها بتقسيل هذه المبالغ غير هذا الكلام واخذوه مني كاش معقولة يعني هذا كلها